اقتصادياً أكد وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين في بيان نشر اليوم التزامهم تعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفورية لضمان استقرار أسواق النفط لكنهم لم يشيروا إلى أي اتفاق على خفض لإنتاجها الخامة يتضمن البيان الختامي الذي نشر في ختام اجتماع افتراضي نظمته السعودية أول دولة مصدرة للنفط في العالم تعهدات بتعاون في المستقبل في إطار مكافحة وباء كوفيد-19 بدون أن يشير إلى أي خفض للإنتاج وقال الوزراء أيضاً في البيان المشترك نلتزم بضمان أن يستمر قطاع الطاقة في تقديم مساهمة كاملة وفعالة للتغلب على كوفيد-19